السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة في قناة مهندس ورشا معكم أحمد حسن لو لسه أول مرة تابعنا انزل عمل سبسكرايب لقناة وفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت رجعنا لكم بالحلقة التانية في دورة السيارات الهايبرد اللي هي الهجينة والسيارات الكهرباء أول دورة مجانية على الانترنت نظري وعملي الحلقة التانية هنكمل فيها شرح الحلقة الأولى إن شاء الله حلقتين مهمين جدا هسيب لكم لينك الحلقة الأولى في الوصف بتاع الفيديو ده وما تنساش تشوف دورة صيانة كنترول السيارة الدورة المجانية الأولى على الانترنت ودورة كهرباء السيارات ودورة فحص حساسات السيارات حلقات مهمة جدا أي حد مننا محتاجها في مجال صيانة السيارات هسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تدعمنا وتشجعنا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر الفترة اللي جاية ان شاء الله ومستاني رأيكم تحت في تعليقات وما تنساش الحلقة اللي جاية هتبقى في نص الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيها عن مبرمجة المبرمجة اللي طابت مني كتير جدا ان شاء الله وهسب لكم الصفت الاريجنال بتاعها ان شاء الله مش محتاج تفعيل على قناة التليجرام والبدي اف بتاع الحلقة دي هسب لكم اللينك بتاعه على قناة التليجرام تابعوا الحلقة للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة معكم احمد حسن ورجعنا لكم في الحلقة التانية في اول دورة مجانية على الانترنت خاصة في السيارات الهاجينة اللي هي الهايبرد والكهرباء مجانا واول دورة نظري وعملي مجانا لان كل اللي بتشرح على الانت غالبا بيكون نظري وما تنساش شوف دورة سيانة كنترول السيارة ودورة فحص الحساسات ودورة كهرباء السيارات دول دورات موجودة مجانية على القناة عندنا دورات مهمة جدا واسب لكم لينك الحلقات بتاعتهم في وصف الفيديو ده الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن الايبروج الايبروج مبرمجة من المبرمجات اللي فعلا لازم اي حد يمتلكها شغال في مجال صيانة كنترول السيارات هنتكلم عنها عملي انتظروا الحلقة اللي جاية هتبقى في نص الاسبوع اللي جاي ان شاء الله والجمعة الجاية هتبقى الحلقة التالتة في دورة السيارات الهاجينة والكهرباء ان شاء الله شرح النهاردة شرح بسيط جدا هنكمل فيه شرح الحلقة اللي فاتت اللي قلنا فيها انواع السيارات الهايبرد اللي هي السيارات الهاجينة على حسب طريقة توصيل المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي من وجهة نظري ان السيارات الهايبريد اللي هي الهاجينة هي السيارات اللي هتبقى الفترة الجاية اكتر اكتساح في السوق السيارات اكتر من سيارات البنزين واكتر من سيارات الكهرباء بسبب ان هي سيارات عملية وطبعا زي ما احنا عارفين ما بتحتاجش شحن خارجك للكهرباء فانا شايفها من اكتر السيارات العملية وخصوصا للاشخاص اللي بيمشوا مسافات كبيرة جدا وصفر هنيجي دلوقتي نشوف ايه هي المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية اول حاجة السيارات الكهربائية وهي دي مفيش فيها محرك احتراق داخلي المحرك الاساسي فيها وهو محرك كهربائي فيديده كلها انه هو بيحول الطاقة الكهربائية لقوة دفع كهربائية وبيعمل على ادارة العجلات والحركة طبعا زي ما احنا عارفين ان اي محرك كهرابي او مطور كهرابي بيشتغل على طيار متردد مش طيار مستمر لان زي ما احنا عارفين ان الطيار بتاع البطاريات بيكون طيار مستمر احنا محتاجينه بيبقى طيار متردد علشان كده عندنا عملنا حاجة اسمها الانفيرتر وهو المحول وده يعتبر من اهم الاجزاء في السيارات الكهربائية والسيارات الهاجينة وده اي تلف بيقدي الى تعطل السيارة بالكامل هو طبعا بيعمل على تحويل الطيار المستمر اللي في البطاريات اللي هو الدي سي بيحوله الى طيار متردد الى اي سي للمحرك عشان كده بقول لكم ده من اهم الاجزاء اللي عندي في السيارات الكهرباء والسيارات الهاجينة عشان العربية اللي احنا اشتغلنا عليها كان عندي حق عطل في الانفيرتر وهنتكلم عنه بالتفصيل في الجزء العملي ان شاء الله ما تنساش تابع الدورة للنهاية واعمل لايك وشير لي الفيديو ده علشان تدعمنا وده بيكون شكل الانفيرتر بالشكل ده انا وجهة نظري ان هو انا بعتبره كنترول اصلا لان هو يعتبر كنترول فبالتالي المفروض ان هو بيتحكم في الكهرباء اللي خارجة للمحرك والطيار اللي هو المحرك ما يحتاجه تالت جزء وهو طيارات البطاريات الليسيام اللي هي البطاريات بتاعة العربية الكهرباء وده كل فايدتها انها بتخزن ايون الكهرباء ويتم شحنها بمصدر كهرباء خارجي عندي رابع جزء وهو جزء مهم وهو الريديوسر الريديوسر ده ترس التخفيض وبيوفر عزم الدوران المثال اللي انا محتاجه سواء كان في سرعة منخفضة او سرعة عالية وده بيكون راكب جنب الفتيس او جنب محرك الكهرباء تمام كده يبقى احنا كده هنا خلصنا مكونات السيارات الكهربائية تعالوا بقى نشوف العربيات الهايبرد واللي هي الليلة كلها والصعوبية كلها اللي احنا لازم نتعلمها كويس علشان نشتغل فيها بكفاءة عالية هنتكلم عن المكونات الرئيسية بتاعتها اول حاجة مطور كهرباء يعني زيه زي العربيات الكهرباء بطاريات ليسيام علشان تشحن وبتكون مصدر الشحن بتاعها هو محرك الاحتراق الداخلي الانفيرتر طبعا الانفيرتر ده في العربيات الهاجين غالبا بيكون اتنين انفيرتر مش انفيرتر واحد وعندي مطور احتراق داخلي وفتيس الفتيس ده بيكون راكب علشان سواء كان التوصيل توالي او توازي في المحركات الكهرباء والبنزين لازم يكون فيه فتيس عشان يديلي السرعات اللي العربية بتمشي عليها طبعا بيكون جوه الفتيس ده في معظم الاوقات هو الريديوسر بيكون داخلي جواه طيب عند في معظم السيارات الهاجينة بيكون محرك الاحتراق الداخلي يعمل كمولد للشحن يعني ايه مولد للشحن يعني هو الجنيريتور الاساسي للبطاريات ببحتاجش مصدر خارجي اول ما العربات الهايبر الطلاث كان عندي مصدر كهرباء خارجي لكن حاليا في معظم العربيات والعربات اللي هنشوفها بتنتشر الفترة اللي جاية هيكون محرك الاحتراق الداخلي هو كمولد مفكرك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده تعالوا نشوف كده فيديو سريع ولو حد عنده اي استفسار يقول لنا تحت فيه التعليقات تعالوا نشوف فيديو طبعا شركة تيوتا من الشركات الاساسية عندي اللي تطورت في موضوع العربيات الهايبرد بتقول لي هنا ان انا كمان عندي بطارية اتناشر فولت بتكون اساسية في بداية دوارة العربية علشان كأن تشغل بالزبط اللي هي المحرك الاحتراق الداخلي غير كده كمان ان هي بتشغل اي اكسسوريز الازاز النور اي حاجة خاصة بالاتناشر فولت كزيها بالزبط زيها زي العربيات البنزين العادية عندي طبعا مجموعة من الرليهات موجودة في الاخر خالص جنب البطاريات ودي بتكون زي الفيوزابو اللينك بالزبط في العربيات البنزين بتاعتنا ودي اهم حاجة وبتكون خط الامان الاول الخاصة بالعربيات الهايبرد طبعا الفيديو ده انا هسيب لكم هرفعه على قناة التليجرام لللي عايز يشوفو طبعا خطوط الهايبرد زي ما احنا عارفين بيكون سلوكها بالشكل اللي هو اللون الاورنج ده وبيكون ده اساسي عندي طبعا لازم يكون فيه سيفتي لاستخدامه ده الانفيرتر الاولاني اللي قدام اللي هو الانفيرتر كونفيرتر وده بيكون مكانه قدام جنب المحرك وعندي انفيرتر تاني بيكون جنب البطاريات ورا بيكون عندي المطور اللي هو الجنريتورز وده بيكون موجود في اللي هو محرك الاحتراك الداخلي وده المسؤول الاساسي عن شحن البطاريات زي ما احنا قلنا وعندي هنا المطور الكهربا او المتر جنريتور وان عايزين نشوف فكرة العمل الاول بسرعة كفيديو وهسيب لكم لينك اهرفعوا الفيديو ده على قناة التليجرام للي محتاجه طبعا فيديو مهم جدا لان شركة تيوتا من الشركات القوية جدا في مجال السيارات الهايبرد ده المطور الكهربا لا ما عليش ده الباور سبريت دفايز ده اللي هو بيقسم الباور طبعا محرك الاحتراك الداخلي بيعمل كشنريتور كده احنا شوفنا فكرة العمل بصورة سريعة وشرحنا العربية الكهربا والهايبرد هندخل بقى في الجزء التفصيلي ان شاء الله من الحلقة اللي جاية هنبدأ الشول اللي بجد في العربية الكهربا والهايبرد انتظرونا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وما تنساش تشوف دور حلقة برنامج الايبروج ان شاء الله تبقى في نص الاسبوع وما تنساش تعمل لايك وشير لي الفيديو وتدعمنا بكومنت للحلقة دي اشتركوا في القناة